شددت مصر على رفضها الكامل التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيع المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء وطالبت بضرورة تكاتو في جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية مؤكدة على أنها سوف تواصل اتصالتها وتحرقاتها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ التهدئة والتبادل الأسرة والمحتجزين دعيتنا القوات الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود